اشتركوا في القناة رئيس الجمهورية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اختياره الامير محمد بن سلمان وليا لعهد رئيس الجمهورية يلتقي نظيره السوداني بمكة المكرمة ويبحثات تمسيق والتعاون المثمر بين البلدين مقتل واصابة عدد من المدنيين بقذائف الميليشيات الانقلابية بتاعز والجيش الوطني يسيطر على مواقع بمنطقة الكدحة غرب تاعز من العنوين الى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر من خلالها عن خالص تهانيه بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اهل سعود وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ومبايعة هيئة البيعة له باغلبية كبيرة واعرب عن تمنياته لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواصلة الاسهام في رقيه وازدهاره سائر المولى عز وجل ان يديم على اخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وان يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد مما تتطلع اليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة وان تبقى كما تستحق رائدة وقائدة للعالم العربي والاسلامي والذي برهنت القمم الثلاث الاخيرة المنعقدة في الرياض ريادتها وما تعلقه الامة العربية والاسلامية من امال كبيرة عليها في قيادة دفة الامتين العربية والاسلامية بعث فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبر من خلالها عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة صدور الامر المراكي باختيار سموه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع سائلا المولى عز وجل لسموه كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والاسهام في تحقيق كل ما يتطلع اليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وقال رئيس الجمهورية في برقيته لن ينسى الشعب اليمني باجياله المتعاقبة تلك المواقف النبيلة والصادقة للقيادة في المملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبه انتصارا لقضيته العادلة وذودا عن منبع العروبة من تدنيس الفرس وما ينعم به شعبنا اليمني من انتصارات في ظل قيادة حكيمة للتحالف العربي ولقد اثبتتم بكل اقتدار من خلال نجاحكم المشهود عسكريا واقتصاديا وسياسيا وما تحمله من طموح انعكس في رؤيتكم المستقبلية تطمينا لابناء الشعب السعودي وشبابه بمستقبل وغاد افضل وهي كذلك لدوركم العربي والاسلامي المأمول اجرى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح محمد طيمس اطمأن على صحته بعد العمل الاجرامي الغادر الذي تعرض له في مديرية شبان بمحافظة حضرموت واكد رئيس الجمهورية على ضرورة التحقيق في تلك الحادثة التي اودت بحياة الشيخ عوض العبد الجابري واصابة مدير عمليات المنطقة محمد ناجي المهمشي الذين كانوا ضمن لجنة صلح لحل مشكلة في منطقة جعيمة بمديرية شبان محافظة حضرموت وتقديم الجينات للعدالة وخلال الاتصال اعرب رئيس الجمهورية عن صادق تعازيه في استشهاد الشيخ عوض العبد عوض الجابري ومن معه في الحادث سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للجرحة ومن جانبه اعرب قائد المنطقة العسكرية الاولى عن شكره وتقديره لاهتمام رئيس الجمهورية مؤكدا بان التحقيقات ستأخذ مجراها في كشف ملابسات القضية التقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بمكة المكرمة نظيره السوداني عمر البشير جرى خلال اللقاء تبادل التهاني بخواتم الايام المباركة لشهر رمضان الكريم سائلين المولى عز وجل ان يعوده على بلدين وشعبين الشقيقين والامة العربية والاسلامية في خير وسؤدد وامن واستقرار وعبر فخامة الرئيس عن شكره وامتنانه للسودان الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفهم الاخوية الصادقة للشعب اليمني في اطار دول التحالف العربي لدعم اليمن وشرعيتها الدستورية لوضع حد لقوة التمرد والانقلاب ووعد مشاريعها الطائفية الداخلة وتناول اللقاء جوانب التنسيق والتعاون المثمر بين البلدين وافاق تعزيزها وتطويرها على مختلف المستويات وقد عبر فخامة الرئيس خلال اللقاء عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء والجرحى الذين قدموا التضحيات مع اشقائهم اليمنيين في معركة الهوية الواحدة والمصير المشترك من جانبه عبر الرئيس السوداني عن سروره بلقاء فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي مجددا دعم بلاده لليمن الشقيق وشرعيتها الدستورية مؤكدا مواصلة الاهداف للانتصار لقضايا الامة العربية ووحدة هويتها ونسيجه القومي في وجه المشاريع والمخططات الداخيلة وقال سنظل مع اليمن ودعم شرعيته ووحدته التي تمثل نواة لوحدة الامة العربية وقد ادل الرئيس هادي بتصريح للتلفزيون السوداني عبر من خلاله عن امتنانه والشعب اليمني لموقف السودان الشقيق تجاه اليمن ومشاركته الفاعلة في عاصفة الحزم مع دول التحالف العربي وتقديمه للدماء الزكية في محراب الاخوة والهوية والمصير المشترك حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة اليومهورية الدكتور عبدالله العليمي وتحدثنا احنا وياه وعزينا بالشهداء السودانيين الذي صغطوا منتزق دمهم بالدم اليمن ونقدم لهم الشكر والشكر غليل للسودان في هذا المجال ونتمنى من الله انه ينصرنا على هذه المجموعة الغليلة في اليمن الذي اعتنقت المذهب الاثنى العيراني وعكد يعني من هنا ان تجربةها العيرانية فشلت في اليمن وان النصر غريب ان شاء الله مشاركة السودان هي تأمين القومية العربية والوحدة العربية اثباتها بالدم مش اثباتها بالقنوات الفضائية شكرا بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة لنظيره السعودي صاحب سمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الاسعود هنأه خلالها بمناسبة اختياره وليا للعهد ونائبا وسندا لمقام خادم الحرمين شريفين المالك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ونوه نائب رئيس الجمهورية الى ان ابناء الشعب اليمني يضعون كامل ثقتهم في قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة الخادم الحرمين الشريفين وما قدمته وتقدمه من جهود ودعم كبير في دعم الشرعية بقيادة فخامة الرئيس الجمهورية والعمل على الدفع بعملية التحرير واستعادة الدولة اليمنية وهويتها تجسيدا للاهتمام وعلاقة الاخاء وواصل المحبة التي تجمع شعبينا منذ الازل وكانت فيها المملكة خير داعم ومؤتمن ومساند لليمن واليمنيين واكد نائب الرئيس بان ما يتولاه الامير محمد بن سلمان من مهام جسيمة وعظيمة وما تبذله قيادة المملكة بشكل عام من جهود ومواقفها الاخوية تجاه اليمن لن ينساها ابناء الشعب اليمني بكل اجياله ولن يغفلها التاريخ وستدوا في صفحاته بماء الذهب واضاف في البرقية لقد اثبتتم يا صاحب السمو حنكتكم ومسئوليتكم ليس تجاه اليمن فقط بل تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية وجسدتم القيادة الحقيقية الشابة والمحنكة والصادقة الصدوقة والطموحة القادرة على حمل المسئولية وخدمة بلاد الحرمين والامة العربية والاسلامية ككل وجدد نائب رئيس الجمهورية في ختام برقيته التهنئة لسمو الامير محمد بن سلمان على شرف اختياره لهذه المسئولية متمنيا له التوفيق والسداد ولبلاد الحرمين دوام الرخاء والامن ولبلادنا السلامة والنجاة وتحقيق طموحات ابناء الشعب في الامن والبناء بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية تهنئة الى صاحب السمو الملكية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بنيله الثقة الملكية واختياره وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة واعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لولي العهد الجديد بالتوفيق في مهامه لخدمة دينه ووطنه واعلاء مكانة السعودية بين الامم والشعوب تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود مؤكدا ثقته الكاملة بجدارة ولي العهد السعودية الامير محمد بن سلمان في الاطلاع بمهمته بنجاح واقتدار مثلما اثبت دائما في كل المواقع التي تولها وقال بن دغر في برقيته ان اختيار سموكم وليا للعهد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي دليل ثقة بقدراتكم وحنكتكم على تحمل المسئولية لتكونوا سندا وعونا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة المظفرة في المملكة وخدمة قضايا الامة العربية والاسلامية واثنى رئيس الوزراء على المواقف المشرفة والشجاعة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة الى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف والانتصار لقضيته في مواجهة اخطر مشروع يهدد حاضرة ومستقبل الامة العربية والاسلامية وتمنى في ختام بلقيته التوفيق والسداد والنجاح للامير محمد بن سلمان ولي العهد بمملكة العربية السعودية والعلاقات المتميزة والمتجذرة بين البلدين والشعبين الجارين اليمني والسعودي المزيد من النماء والتطور ترأس رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر اجتماعا استثنائيا باللجنة الامنية بمحافظة عدن للوقوف على جملة من القضايا الامنية بالمحافظة وخلال الاجتماع الذي حضره محافظة المحافظة عبدالعزيز المفلحي وعدد من الوزراء اكد رئيس الوزراء ان الامن مسئولية وطنية في المقام الاول تقع على عاتق اليميع ويجب على كافة الاجهزة الامنية ان ترفع مستوى الحيطة والحذر والعمل الجاد لفرض الامن والاستقرار الذي يصب اليه المجتمع داعيا الى وقف كل اسباب الاحتكاك حفاظا على امن وسلامة المواطنين واكد بن دغر انه لا يمكن ان تتحقق تنمية حقيقية في ظل غياب الامن الذي يعتبر ركيزة اساسية في الحياة وهو عنصر فاعل في تقدم عجلة التنمية التي توقفت منذ بدء الاحداث والذي بدين الان تحريك عجلتها بدءا بالخدمات واشاد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية في عدن والسلطات الامنية وما تبذله من جهود في استتباب الاوضاع الامنية في المحافظة ودعاها الى تطبيق النظام والقانون بما في ذلك اللجوء الى النيابة العامة قبل الاقدام على اي اجراء امني وناقش الاجتماع تفاصيل وتداعيات الاحداث التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن واتخذ حيالها عددا من الاجراءات اللازمة للتثبيت الامن والاستقرار بما يضمن عدم تكرار ما حدث اليوم من احداث تخل بالامن وتربك السكينة العامة وتعطل مصالح المواطنين وتسببت في اخلال ببعض الخدمات الاساسية للمدينة كنقطاع للتيار الكهربائي هذا وقد استمع رئيس الوزراء من قيادة اللجنة الامنية الى شرح مفصل عن طبيعة عمل الاجهزة الامنية في المحافظة من قبل محافظة المحافظة عبدالعزيز المفلح ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وقادة الوحدات العسكرية والامنية الاخرى وخطط نشر الاجهزة والدوريات من الشرطة لحفظ الامن والنظام والية القيام بالمهام المناطة بها بدوره دعا محافظ محافظة عدن الى وحدة الصف والعمل المشترك والتنسيق المسبق بين الاجهزة الامنية لما من شأنه تلاشي الاضرار بامن واستقرار المواطنين مؤكدا ان الرجوع الى النظام والقانون هو الطريق الواضح للاستقرار في المحافظة هذا وقد اتخذ الاجتماع عددا من القرارات والتوصيات حضر الاجتماع كل من وزراء التربية والتعليم عبدالله لملس والعدل القاضي جمال عمر وابين عام مجلس الوزراء حسين منصور ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ونائبي وزير الشؤون القانونية احمد المحروقي ونائبي وزير حقوق الانسان الدكتور سمير الشيباني ورئيس الامن القومي اللواء احمد المصعبي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن ورئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع اللواء صالح الزنداني وقائد اللواء اول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة وقائد الحزام الامنية العقيد هدار الشوحطي شكل رئيس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر لجنة تحقيق في حادث حريق القنصرية الصينية في عدن برئاسة وكيل وزارة الداخلية العميد احمد علي مسعود واعرب عن اسافه الشديد لما حدث طالبا من اللجنة الاسراع بالتحقيق مع المشتبه بهم الذين في الحادث والذين يحاولون الاساءة للعلاقات اليمنية الصينية وقال الرئيس الوزراء ان متانة العلاقات اليمنية الصينية القديمة واتسمت بتعاون وثيق خلال العقود الماضية تحصن هذه العلاقات امام اي عوائق او احداث طارئة فالشعب اليمني والحكومة اليمنية تثمنان عاليا الدعم والمساندة التي حظيت بها اليمن من الشعب والحكومات الصينية المتعاقبة في نفس الوقت كلف الرئيس الوزراء وزارة الاشغال العامة وفرعها في عدم بالقيام باصلاح وترميم القنصلية الصينية وتأثيثها على حساب الدولة وتسليمها بعد ذلك لمن تفوضه السفارة الصينية باستغامها قال الرئيس هيئة الالكان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ان الجيش الوطني تمكن من كسر شوكة الميليشيات الانقلابية في كل المحاور على مستوى البلد وبيده الان المبادرة وزمام المبادرة وبات يتحكم في مسار المعركة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لقادة الالوية والوحدات التابعة للمنطقة العسكرية السابعة بحضور قائد المنطقة اللواء الركن اسماعيل زحزوح واستعرض رئيس الاركان مستجدات مسرح عمليات المنطقة على تخوم العاصمة صنعاء مشيدا بما حققه ابطال المنطقة السابعة خلال الفترة الماضية من انجازات مرحلية تمهد لتحقيق كامل الاهداف العسكرية في المراحل القادمة وفق ما هو مخطط لها وكان اللقاء بدأ بقراءة الفاتحة على روح الشهيد العميد الركن حميدة ويتي قائد اللواء 29 ميكا قتل اثنان واصيب ستة مدنيين بجروح خطيرة في قصف شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على حي بيرباشا غرب مدينة تعز الى ذلك ابطل افراد الجيش الوطني مفعول عبوات الناسفة زرعتها الميليشيات الانقلابية شرق المدينة وقال مصدر عسكري ان افراد من الجيش الوطني قاموا بعملية تسلل بالقرب من مدرسة محمد علي عثمان وابطل مفعول عشر عبوات الناسفة على شكل احيار زرعتها الميليشيا لاعاقة تقدم الجيش الوطني الذي يطوق حاليا المدرسة والتي تعد مركز قيادة العمليات للميليشيا في الجبهة الشرقية سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع في منطقة الكدحة غربي مدينة تعز اثر معارك مستمرة ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وقال مصدر عسكري ان قوات اللواء خمسة وثلاثين مدرع سيطرت على مواقع الميليشيات في المنطقة التابعة اداريا لمديرية المعافر مشيرا الى ان اثنين من قوات الجيش الوطني قتل واصيب اخرين ومنذ نحو شهرين تشهد الكدحة معارك متواصلة حققت فيها القوات الحكومية مكاسب عسكرية كبيرة من جهة اخرى توفي نجل قائد قوات اللواء اثنين وعشرين ميكا العقيد يحيى الريمي متأثرا باصابته التي اصيب بها اثر قصف مدفعي شنه الحوثيين على مواقع للقوات الحكومية شرق مدينة تعز مطلع الاسبوع الجاري اعلنت قوات الجيش الوطني انها اثرت عددا من مسلحي الحوثي وضبطت كميات من الاسلحة التابعة لهم في محافظة الجوف وافادت المصادر ان قوات الجيش الوطني ضبطت طقما عسكريا وسيارة نوع فيتارة يحملان كميات كبيرة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والدخائر كتعزيزات لعناصر الميليشيات الانقلابية في جبهة خب الشعف في محافظة الجوف وذكرت المصادر ان الميليشيات الانقلابية كانت تحاول امداد عناصرها في الخطوط الامامية في جبهة صبرين بالمحافظة مشيرة الى ان قوات الجيش استولت على الطقم والسيارة التي كانت ترافقه واسرت كافة من كان على متنهما من العناصر الانقلابية التقى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي مع رئيس مؤسسة مشروع استراليا للسلام السيد دومونيك رايان المرشح لنيل جائزة نوبل للسلام وناقش فرص احلال السلام في اليمن واعادة الاعمار وفي اللقاء اكد المحافظ ان الدولة هدفها السلام كون المواطن هو مسئوليتها وعلى عاتقها تقع مسئولية توفير حياة كريمة له على عكس الميليشيا التي لا ترغب الا في استمرار الحروب كونها الوسيلة الوحيدة لبقائها واستمرارها كميليشيا وقال ان التفاوض الذي يؤدي الى ندية التعامل هو مجحف لكن الشرعية تعاملت به من اجل حقل الدماء ووقف نزيفها الا ان هذا لم يزد الميليشيا سوى اجراما بحق الشعب واضاف ان السلام لا يعني شيكا يصرف ليحصل القتل من خلاله على حصانة تسقط عنهم حق الضحايا بقدر ما هو اتخاذ الاجراء الذي يضمن حق الضحايا وانصاف المظلومين مؤكدا ان الدمار الذي لحق بمحافظة عدن لا يمكن ان يمر دون ان ينال الفاعلون عقابهم من جانبه استعرض رئيس مؤسسة مشروع استراليا للسلام عن مشروع مؤسسته الساعي لاحلال السلام في اليمن وهو المشروع الذي شارك في صياغاته اضافة الى خبراء المؤسسة نخبة من اساتذة القانون والسياسة اليمنيين وقال ان احلال السلام في اليمن هو مرحلة اولى من خطة تسعى لها مؤسسته ثم تأتي المرحلة الثانية وهي اعادة الاعمار وستساهم فيها مؤسسة استراليا للسلام حضر اللقاء وكيل محافظة عدن محمد ناصر شاذلي عودة الى العناوين رئيس الجمهورية يهنع خادم الحرمين بمناسبة اختياره الامير محمد بن سلمان وليا للعهد رئيس الجمهورية يلتقي نظيره السوداني بمكة المكرمة ويبحثا التنسيق والتعاون المثمر بين البلدين مكتل واصابة عدد من المدنيين بقذائف الميليشيا الانقلابية بتاعز والجيش الوطني يسيطر على مواقع بمنطقة الكدحة غرب المدينة نهاية النشرة الى اللقاء اشتركوا في القناة